صورة لا يختلف اثنان على أنها باتت تترسخ في شوارع دمشق وريفها وخاصة في الأماكن المزدحمة التسول أبطاله أطفال ونساء والشيوخ بعضهم دفعته الحاجة للتسول والآخرون امتهنوا العمل بها من أجل استغلال تعاطف الناس معهم من أجل هذه الظاهرة أقامت وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ورشة عمل الإعلاميين حول التعاطي مع ظاهرة التسول إعلاميا تأتي هذه الورشة أيضا لتدريب الإعلاميين على استخدام الأمثل للوسائل والمنابر الإعلامية المتاحة من أجل تجيع المجتمع وتوعية المجتمع ومشاركة المجتمع في مواجهة وتصدي لهذه الظاهرة زادت الأسار السلبية على المجتمع وخاصة في هذه الظروف والأزمة التي تمر بها سوريا ازدادت هذه الظاهرة بشكل مؤذي جدا صراحة لذلك على الأعلام بإعتبار هو النافذة لعمل كل هذه المؤسسات تأكيد على دور المجتمع وتكريس حالات التواصل الاجتماعي والتكافؤ والتكافؤ الاجتماعي بين أفراد المجتمع ودعم دور الجمعيات الأهلية التي تنطوي تحت الإطار القانوني وتحت وزارة الشؤون الاجتماعي والعمل لتلمس الحالات الصحيحة من الحالات التي يغلب عليها صفة الاحتيال وهو الأكثر انتشارا في هذه الفترة وزارة الشؤون الاجتماعية هي جزء من محركات الجهد سواء على المستوى الحكومي أو على المستوى الأهلي والمستوى المجتمعي للتخلص من هذه الظاهرة لحد مننا قدر الإمكان التخلص مننا بأسرع ما يمكن والقدرة على تقليص الأفات المجتمعية خليني سميها يلي هي ممكن كما تنشأ من ظاهرة التسور والتشرد فطبعا نحن أحد الجهات التي تضخ الجهد بهذا الاتجاه تضافر جهودها مع وزارات عديدة وزارة الداخلية وزارة العدل وزارة التربية وزارة الأعلام وزارة الأوقاف تقريبا كل الوزارات بتقدر انه يكون في عندها مساهمة حقيقية وزارة السياحة من خلال الشرطة السياحية فكل هالوزارات بتضافر جهودها لحتى هي تكون في عندها خطة وهذا الشيء نحن اللي عم نشتغل عليه الحقيقة قضية التسول صارت تهم الشارع السوري ظاهرة مو جديدة كتير ولكن بهالكسافة صارت تشكل هاجس عند الكل دور الإعلام مهم كتير خصوصا بالتوجه للشارع السوري بأنه مو العطف على هدول الأطفال بأنني أنا أعطيهم مصاري العطف أني أنا جفف هذا الموريد لإلون ورجعون على الحياة الطبيعية اللي فيها دراسة وتعليم هناك دورين للإعلام في هذا المجال يجب أن يتعامل معه على أنه ربما يكون ضمن ضحايا العوز الاجتماعي والفقر وما فردته الأزمة من ظروف اقتصادية صعبة على الناس وفي الوقت نفسه يجب أن ينظر إلي على أن هناك قد يكون من يسيء ويدير وينصب على الناس بإسم الحاجة ويلعب على وتر الدوافع الإنسانية لهم لذلك يجب تفعيل الصحافة التي تغطي القضايا الإنسانية من فتشرات ومن تقارير ومن إخبار وفي وقت نفسه تفعيل الاستقصاء ليكشف هل هذه الحالة في هذا المجال أو ذاك ومن هنا يوعى الناس لكيفية التعامل مع الحالة اليوم حنحاول نحن بقضية التسول يعني كما يقال أن نرتب الأفكار والأولويات طبعا إذا كان الموضوع فقط لتسليط الضوء على السلبيات أعتقد ما هذا دور الإعلام الأساسي نحن اليوم بالهدف أن نوصل للناس معلومة جيدة لأصحاب القرار أفكار جيدة وإذا فيها عندي تجارب إيجابية كمان نحاول نسلط الضوء عليها لحتى نحن ننتشر مبدأ العدوى الإيجابي بالأفكار الإيجابية تم خلال الورشة إلقاء عدة محاضرات حول التشريعات والإجراءات الخاصة بمكافحة التسول وكيفية تناول قضية التسول إعلاميا ودور الجهات الرسمية وغير الحكومية في التصدي لقضية التسول اشتركوا في القناة